يقف المواطنون في ناحية الحرية بمحافظة النجف مكتوفي الأيدي أمام ما يرونهم من خطر محدق يداهم حياتهم فمياه المجاري الثقيلة والأسنة ما زالت تصب في نهر أبو حلان الذي يغذي عشرات الآلاف من ساكني القرى المحيطة به في الناحية مسببا تلوثا بيئيا وصحيا خطيرا الرئيسي اللي قاعد يبون بها السهم المجاري عندنا أربع مدارس زينا عندنا احنا بالخمس تالاه بيت أو أكثر بهذه المنطقة ها كلها تعاني من هذا الماء لأن الماء لا صالح للشرب ولا صالح للاستخدام فإحنا نطالب يعني نريد يسون نحل أم ما يسدون هاي أو يلغون هاي هذا الماء يعني ماء المجاري هذا كلها حقيقتها ماء المجاري والماء الصالح ما توصل هناك المفروض الماء من يجي من العباسية من العباسية ما توصل الماء هاي ما شغلونا شغلونا من هذا المجاري بالنسبة لي أنا أعدي جلطة بالنسبة لي الجلطة كلها من أراها تقوى صالة سنة الثالثة الحلال الطير اللي أنا أنا أقول لك حتى الخضر مات الخضرة كلها مات تمثل المشاكل البيئية في الأنهر بمحافظة النجف تحديا كبيرا أمام الجهات البيئية التي أكدت بمتابعاتها المستمرة لرصد مكامل التلوث وتوثيقها بكتب رسمية لأخذ الإجراءات اللازمة فيما تحذر أيضا من استمرار إهمال هذه الملوثات على حياة المواطنين النهر ملوث مع شحة مياهه ملوث بكثير من النفايات الصلبة والسائلة هناك مخاطر بيئية وصيحية كبيرة بتلوث المياه سيم الأنهر أبرزها هي المكاره الصحية المرئية من روائح واختلاف لون المياه والتركيز بعض العناصر التي بدورها تؤذي من يستخدم المياه من إنسان وغير إنسان ومما فاقه من أزمة تلوث الأنهر قلة التخصيصات المائية وجفاف أغلب الجداول والتفرعات النهرية فضلا عن قدم وصغر محطات معالجة مياه المجاري التي لا تلقى مكانا لتصريفها سوى الأنهر من النجف ولا لطيف زاقروس تيفي